السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا قبل كده كذا مرة لما تحب تشتري عصافير وانت لسه هو جديد ما تنزلش تشتري عصافير لوحدك وبالذات من المحلات لان المعظم المحلات ما بقولش كل المحلات عشان خاطر ما حدش يزعل مني هيبيع لك العصفور التعبان اللي عنده العصفير بتبقى كلها على بعضها وبيحط كل الانواع على بعضها وبيقفل المحل عليهم بالليل والنفس طبعا بيبقى كتير في المحل والعصفور العيان خل العصفور السليم يلقط منه والحاجة بتبقى صعبة قوي وانت بتشوف العصفور قدامك حلو لان هو اول ما بيفتح القفص ويمسك العصفور بيبقى قدامك انه هو حل بتاخد العصفور تروح البيت تلاقي مشاكل قد كده فانت بلاش انك انت تشتري العصفور من المحل تشتري منين بقى؟ تشتري من السوق ليه السوق؟ علشان خاطر السوق فيه اللي زيه زيك فيه ناس كتير بتبقى بتعرض العصفور بتاعتها العرض والطلب بيبقى كتير والعصفور علشان خاطر تشتريه وانت لسه هو جديد بتشري اللي حواليك وتخلي اي حد من اللي حواليك هو اللي يشتريه لك وهو اللي ينقيه لك وتسأل واحد واثنين وتلاتة قبل ما تشتري وقبل ما تدفع فلوس وعلشان خاطر تشتري العصفور كويس لازم يكون العصفور ده حجمه كويس ما يكونش مسيف ما يكونش فيه عظمة في السدر برزة وطلعة ومعظم يكون الدوافر بتاعته تكون كلها موجودة وسليمة ما يكونش العصفور يقعد يفتح ويغمط في عينيه كده تبصر العصفور بيقعد يغمط في عينه اكتر ما بيفتح تعرف ان هو العصفور ده عيان تقلب العصفور وبص على المخرج بتاعه شوف عنده اسهال ولا لأ لقيت عند المخرج بتاعه فيه لون اخضر تعرف ان هو عنده اسهال اخضر لون ابيض تعرف ان هو عنده اسهال ابيض فلازم انك انت تتأكد من سلامة العصفور قبل ما تشتريه بعد ما تتأكد من سلامة العصفور تبدأ بقى تتأكد ان انت بتشتري دكر وانتايا ايا كان نوع العصفور ان انت بتشتريه لازم اول حاجة تقلبه كويس جدا تتاكد من صحته انه هو تمام وسليم وزي الفل بعد كده تتاكد ان انت رشتريتهم دول دكر وانتهية وقبل ما تمشي من السوق وقبل ما تدفع فلوسك تبدأ انك انت تسأل اللي حواليك هتلاقي وانت بتشتري الناس مالمومة حواليك كذا واحد واقف اسأل خذي العصفور دوت وسأل دول دكر ولا لأ دول انتهية ولا لأ العصفور ده كويس ولا لأ لانت لسه واحد جديد لان الناس الجديدة في تربية العصفور لسه انت هو جديد وعايز تعمل المشروع دوت ومعاك ارشين عايز ان انت تجيب حاجة على قدك ما ينزلش بقى يضحك عليك لان الناس للأسف بتعرف انك انت لسه هو جديد بتعرف فبيديك الحاجة التعبانة اللي معاه الحاجة اللي مش شغالة الحاجة اللي فيها عيب الناس كلها يعني فيه ناس كويسة كتير وفيه ناس للأسف تضحك عليك وتحلف لك وهي بتبيع يبقى لازم انك انت اول حاجة تتأكد من سلامة العصفور من صحيته كويس جدا من سدره يكون مليان حجمه يكون كويس ما يكونش فيه عظم التسييف ما يكونش عنده اسهال الدوافر بتاعته كاملة ما يكونش بيغمض ويفتح في عينيه منقره سليم ما يكونش عنده اشف تتأكد من الحاجات دو كلها تبدأ بقى بعد كده تتأكد من اللي انت بتشتري دول اللي انت بتشتريهم دكر وانتاية علشان خاطر ما تروحش البيت وتلاقي عندك دكرين ولا انتايتين وبعد كده تبدأ انك انت تاخد واحد فيهم تنزل تبدله وتخش في مول تاني حبيت بس ان انا قدم مرحوظة ديت علشان خاطر ايه بقى لقيت واحد باعتلي على الواتساب للأسف عينيش هالي عصفور والعصفور دوت قاعد يهرش جامد قوي حاجة غريبة جدا طبعا قاعد يهرش جامد على كده شوية وكمان ايه الريش بتاعه منتوف يقوله انا ناتف ريشه عشان خاطر ما يترش ليه فرد حمام ناتف ريشه عشان خاطر معايا في الشقة لما هو لو متضرب وانت اندربه ومعاتف الشقة حتى لو برا الشقة مش احطيه لانك انت مضربه يعني بذل ما انت مضربه وخرجت بيه برا الشقة وماشي بيه في الشرع كده وهو كبير بتكلم عن زهور الزواير ده مش هيتير مينك ليه لانك انت مضربه انما تنتف ريشه حد ينتف ريش العصفور ازاي وهو طبعا وصق فيه واشتراه وبعد كده بيلاقي المتاعب ديت بشكركم جدا ماتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم ماتمنى من حضراتكم الاشراف في القناة تفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اه خلصنا الفيديو انا ارجعك بقى ايه بمواضع اماما